في السادس من كانون الثاني عام 1921 وضعت اللبنة الأولى لتأسيس الجيش العراقي على يد عدد من ضباط نخبة العراقيين ليصبح فيما بعد واحدا من أبرز وأقدم جيوش المنطقة والعالم إلى أن اتخذت قوات الاحتلال الأمريكي قرار حل الجيش العراقي الذي كان قرارا خاطئا مئة بالمئة وفقا لرئيس أركان الجيش السابق عثمان الغانمي تداعيات حل الجيش واستبداله بخليط غير متجانس من ميليشيات طائفية وعناصر إجرامية بقرار من الاحتلال الأمريكي عام 2003 مستمرة على العراق والمنطقة بحسب هيئة علماء المسلمين في العراق التي أكدت على ضرورة تغيير الواقع الشاذ الذي يعيشه العراقيون وإبطال طغيان النظام السياسي مبينة أن الجيش العراقي كان مدافعا عن استقلال العراق وسيادته ومدافعا عن قضايا الأمة ومنها فلسطين إلا أنه اليوم أصبح فاقدا لكل معاني الجيوش ومقوماتها وأن إطلاق وصف الجيش العراقي عليه يعد زورا وبهتانا الأحزاب الفاسدة التي جاءت مع الاحتلال الأمريكي أضعفت الجيش وساعدت في حله وأسست جيشا آخر يقوم على الطائفية ويستخدم الميليشيات ونشر الفساد داخل المؤسسة العسكرية حتى أصبح الجيش يمثل تجارة رابحة لكبار الضباط والعسكريين فيما أعيد استنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني في العراق بتأسيس ميليشيا الحجد التي تمتلك قوة ونفوذا يفوق قوة الجيش وتسليحه بكثير فيما أقر رئيس أركان الجيش السابق عثمان الغانمي أن تأسيس قوات الجيش بعد العام 2003 كان على الأسس الطائفية والمناطقية والمحاصصة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي قال إنه لم يتبقى شيء اسمه الجيش العراقي مبينا أن العراق يفتقر لجيش قوي قادر على رد الضربات التي تستهدف البلاد وأن الجيش الحالي أصبح عبارة عن جماعات مسلحة فيما قال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابي ياسر ويتويت إن العراق متأخر في مواكبة التطور العسكري مقارنة بدول الجوار وإنه يحتاج الكثير من المعدات والأسلحة الحديثة من أجل تعزيز قدراته الأحزاب والميليشيات التي تهتف بأنها هي الدولة وهي من ظرفت الدماء من أجل الوطن تحتفل بيوم تأسيس الجيش الذي قاتلته في الحرب الإيرانية العراقية وأضعفته حتى لم يعد سوراً للوطن كما كان بعد مرور أكثر من قرن على تأسيسه في وقت أجرت قوات الباسيج البحري التابعة للحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية مشتركة مع ميليشيا الحجد متجاهلة الجيشة الذي يقوم عادة بمثل هذه المهار ترجمة نانسي قنقر